اشتركوا في القناة السودان بين عودة للوراء وخطوة للأمام وستتأزم الأمور بنصف الطريق والتحدي سيد الموقف غليان في غليان ثم انفجار رقم اثنين أمر فوق العادة يقضي بفتح أبواب سجن عمر البشير إسرائيل بالسودان استخبارات عسكر وموساد الإمارات أنا شايف أنه رؤية بن راشد المستقبلية هي بمطرح جعل الإمارات مركزا للعلوم والأبحاث الفضائية خبر محزن ينتشر بكل الإمارات ما رح يوقف طموح الشيخ محمد بن راشد الفضائي عند مسبار الأمل مش واضح عندي إذا إشاعة أو حقيقة بتخلي جمهور المطرب حسين الجسم يتبلبل شاعرة إماراتية نعم هل مرة شاعرة مش شاعر تأخذ شعلة الشعر العربي من أيدي الرجال وتحملها إلى العالمية وزيرة الثقافة الإماراتية نورا بنت محمد بأكثر من محطة مشرقة وفي محاولات للنيل من وجه التألق بمحل أكثر من قانون مستحدث رح يصنف الإمارات من بين البلدان الأكثر تمدنا وانفتاحا بالعالم يتأهب الأمن الإماراتي مرتين مرة لكشف ومرة لتتويق مسارح العمليات حيطة وحذر بعالم الطيران الإماراتي رسائل أمنية من كم سطر موجهة للدبلوماسية والجاليات اليهودية بالإمارات والعكس صحيح مسلسل الانفتاح والسلام الذي افتتحه الشيخ محمد بن زايد بلقاء بابا روما والشيخ الأزهر وأتبعه بتوقيع معاهدة التطبيع مع إسرائيل بعده بأوله لن يستكين بن زايد رغم حجم الخطر عليه وعلى عائلته قبل تحقيق هدفه هو جمع العالم وبمقدمته إيران فوق التراب وإلغاء المسافات بين تناقضاته الدينية والمدنية سوريا الجيش السوري أمام امتحان لكنه سيغير في المعادلات رياضة السورية سوف تخرج من العتمة عواصف غير عادية ستضرب طرطوس من تحت ومن فوق ردة فعل سوريا موجعة ردا على عدوان إسرائيلي السعودية محاولة تهريب شخصية لخارج المملكة بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية كؤوس وميداليات ونقاط رياضية للمرأة السعودية عارضة أزياء سعودية ستسحر الجمهور مفاعل رجعية لقضية الخاشقجي تضيع هدفها وترد على بعض محرك القضية بعناد وصلابة يقرر الرئيس مواجهة الإيرانيين رأسه برأسهم بليلة فيها ضوء القمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لأخرى العلامة الفارقة بالمملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان حبس أنفاس ببورسة الأسهم والأسواق المالية التي ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من الأدلة تغير مجرى قضية الخاشقجي كندا تحركات وزيرة الخارجية سيكون لها انعكاسات سلبية لشخصها لعنة الأزمات الدبلوماسية ستلاحق كندا وموضة إطلاق النار بالشارع بين مجمعات ومدارس ومولات سنراها بقوة على الأراضي الكندية صدمة بالبرلمان الكندي ومحيطه حملات عدوانية ضد الإعلام الكندي أشخاصا وكيانات مش بس الرئيس ترود عيلته كمان رح يكون بدائرة الخطر إيطاليا اللي رح يصير بالفاتيكان مش صاير لا بتاريخ ولا مع بابواته هل مرة مش بس صلاة وترجي وتمنيات هل مرة يتدخل البابا بكل قدراته بأكثر من نزاع سياسي عسكري شو ما كلفه الأمر شقلبة بالمراكز والقوانين ستطال البابا كنيسة يهاجم البابا ويواجه رؤساء ومسؤولين كبار رئيسة زراء إيطاليا بمشهد انتقامي وتصرفات سلوكية لرئيسة الوزراء الإيطالية ستكون مستغربة وتعرض موقفها للاهتزاز استخدام مركز فاتيكان عالي لتمرير عمليات محمية بالعصابات وفضيحة وخضات براكين من الفوضى تشوه شوارع إيطاليا ما راح تخوف ولا توقف الماضيات العالمية للبابا ما راح ينجي البابا فرنسيس من كل المحاولات كوريا مفاجآة مرتبطة بزياراته وزواره وأسرارهم وألغازهم ومفاجآة من المفاجآت محورها العنصر الأنثوي بين امرأته وابنته وشقيقته وبالصورة بمطرح عملية انتحار ظروفها غامضة اعصار جنوني بين الكوريتين مفاجآة الموسم بمعزمها راح يكون عنوانها كيم جون اون مفاجآة تتمحور حول تجربة عسكرية غير مسبوقة تهز العالم ومفاجآة تصيب كين وإذا ليس هو أحد مقرب منه مفاجآة بالخطف والإخفاء والتغيب مفاجآة كبيرة مرتبطة بصحته روسيا بعض الكنائس والرموز الدينية بروسيا وأوكرانيا يتحولوا أهدافا وأهدافا مضادة وطرف يخص بطن يبشر أعداءه رئيس الأركان الروسي هدف دائم مفتوح على كثير من الاحتمالات محطة راشا تدعي تقاوم كل الهزات والمحاولات محاولة اغتيال بطن هالمرة لها هوية ولها اسم ولها رمز ورقم يتمادى الزعيم الشيشاني رمضان كاذيروف بورد ويتورط ومفاجآة على خط الرجعة بليلة يفضل كريملين والضياع ملء الفراغ ديمتري ميد باديف وقصته وسره راح يكون محور اللعبة ينشغل الرأي العام الروسي لبعض الوقت الخاص ومطبخه بين أحداث مفتعلة وغير مفتعلة وسلسلة من الأحداث بانتظار ماريا زاقوفا جانب أساسي من النزاع الروسي الأوكراني سيكون على أياد عربية وتنقلب هذه المرة والشرق يساعد الغرب بيطفح الكيلين تتولع بلحظة بين الناتو وروسيا شائعات حول صحة الرئيس بوتين بس ليست كلها شائعات الكريملين يشترط وبعكس الواقع أوكرانيا تقبل بأبرز شروط زمن لعبة الرولات الروسية والحياة رهن رصاصة الجزائر الدبلوماسية مهددة على أرض الجزائر رح تكون الجزائر عاجزة بمطرح عن تحصين كل حدودها تقاط شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية تلامس العالمية حالة من الغليان داخل وفي محيط أحد السجون الجزائرية الأعلام الجزائرية ترفرف على مدى كم يوم خرق خطير يفرد ويضرب سياجا أمنيا بأمر قيادي صخب إعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد لبنان ضجيج مدوي حول تهريب شخصيات بالاتجاهين على متني الطائرة يوقف مفتل جمهورية عبداللطيف دريان عدة مواقف كل موقف أقسم من الثاني وحالة ذعر بدار الإفتاء يصر إلي محفوظ على استكمال هجوماته من دون ما يعمل أي حساب لطابور خامس شايف صورة معجوقة وأعلام أيد عم تلوح وكلا لحركة أمل بلحظة فائد حماس وقوة بفوت طوني فرنجي فوتي مدهجة وليست اعتيادية فخ الأفخاخ أراه منصوب بحرم مطار رفيق الحريري صفارات إنذار واستنفار وغليان وغموض بأجواء مطار بيروت رح ينفتح تحقيق موسع وعالي المستوى لمعرفة حقيقة حدث هائل اللي رح يصير مع الطائرة مرتبطة بمطار بيروت إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء